ستة فاطمة زعلانة جداً على بنتها البنت دكتوراه ومتدينة ولها ورد قرآن يومي وبعدين بتقول إن هي لما لقيت إن على طول بيتقدم لها رسال وهي ما بتوفقش عليهم خدتها لحد يقرى عليها وبعدين قال لها دي محسودة وبعد كده لما بتسمع القرآن بيحصل تشنجات وكده على كل ظروف يا ستة فاطمة أنا هاعتبر إن أنا مش لقي حد إن أنا أو أنا مش واثقة في إنسان إنه عشان يمسك بنتي ويقرأ عليها والكلام اللي هاريك بتقولي ده في بعض التجاوزات اللي لا تليق فالأصل إن الإنسان بالنسبة لأمر الزواج عموماً يدعو حتى بدعاء سيدنا موسى وقلنا إن هو من الأدعية الواردة في ذلك ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وكمان نقرأ صورة الضحى أربعين مرة من المجربات كل دي من الأمور الطيبة الإنسانية يجتهد فيها على قدر طاقتي بالنسبة لمسألة الجواز من عدو كل الأمور دي بقدر الله سبحانه وتعالى وكلها اسم ونصيب حتى بما فيها الابتلاء بالحسد أو بخلافه لو ابتلي الإنسان بحسد أو ابتلي بسحر هو في ابتلاء وهو في امتحان ومقدر له يحصل على أشياء معينة في وقت معين أراده الله سبحانه وتعالى تعيقه بعض الأسباب ما هو برضو بمشيئة الله سبحانه وتعالى بالنسبة للرقية ترئي نفسها هي ذاكرة أصلا هي ذاكرة أصلا ولكن هيدواتي كأنها بتكافح حاجة فمحتاجة مزيد من التحصينات الشرعية ما تروحش الحد هتعمل إيه؟ هنبدأ البقرة لا تنعدم من البيت أبدا على الأقل على الأقل مرة كل أسبوع يعني هتقسم البقرة على الأسبوع عشان هنقدرش أقولها مثلا كل يوم يعني في بعض من العلماء يقولك تاخدها كورد يومي في مثل هذه الحالات لكن ممكن ناخدها على أسبوع تقسم ده مع أورادها اللي هي بتجيبها ونقول التالي تقرأ فاتحة الكتاب أول خمس آيات في سورة البقرة الآية 102 في سورة البقرة آية الكرسي خواتيم سورة البقرة تاخد العشر آيات الأولى من سورة الصفات تاخد صورة الزلزلة والمعوذات الثلاث قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يوردها تقرأ على مية وتشربه تقرأ على ماء زمزم وتشربه وترئي نفسها مع أذكار الصباح والمساء العادية تاني حقول هذه الرقية وفي أن الرقى يعني بنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله مش اعتقدنا أن الرقية بدتها تفعل شيئا ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى بفضل هذا القرآن العظيم فاتحة الكتاب سورة الفتح أول خمس آيات في سورة البقرة الآية 102 في سورة البقرة آية الكرسي خواتيم سورة البقرة العشر آيات الأولى من سورة الصفات سورة الزلزلة والمعوذات الثلاث قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفرق قل أعوذ برب الناس تقرى الورد ده مرة ثلاثة خمسة سبعة كما تشأر قنفردي ولو قرأته مرة صباحا ومساءا تقرى على نفسها تقرى على ماء وتشربه ما تروحش الحد وتدعو الله كل يوم ركعتين لله يصرف عنها السوء والأذى مين اللي هيكشف الضر والسوء إلا الله سبحانه وتعالى هو وحده والإنسان لما بيتحقق فإنه عبد موحد لله خلاص ما بيشوفش إلا هو الفاعل الحقيقي في كل شيء ما فيش نفع ولا ضر حقيقة إلا من الله سبحانه وتعالى كل ما بقرب من المعنى النوراني ده بينحرق مسواه تصلي ركعتين كل يوم لله سبحانه وتعالى بنيصرف عنها السوء والأذى وحضرتك كذلك وإن شاء الله نسأل الله العلي العظيم أنه يصرف عنها السوء يصرف عنها السوء والفحشاء يصرف عنها السوء والفحشاء إنه ولي ذلك وهو القادر سبحانه وتعالى عليه لا إله إلا هو ودعي لها أنت كمان سيدتي الفاضلة ترجمة نانسي قنقر